النهاردة هنعمل وصفة لطيفة جدا هي الفراخ الرول الفراخ الرول دي من الحاجات الحلوة المحببة قوي ويمكن الناس اللي مش عايزة تشتري رومي تقدر تتعامل مع الفراخ بهذا المنطق كل الفكرة ده انا هقول للراجل انه يفتح لي الفرخة ويخليها وبيخلي بس حتتين جزئين كده اللي هما بيبقوا ناحية الجناحات العظمة اللي مسكة مفصل الكتف هما دول اللي برولة عليها بتبقى واخدى الشكل ده لكن الفراخ بتبقى طعمها احلى وتبقى زي الرومي والله واحلى طوم مفروم حبهان باودر فلفل رومي مفروم ارفا وكاري جسط طيب زعتر وطبعا نحط كوركم ياريت نظيف بس بعد اذنكم علاقة كوركم والتوابل الهندية اللي هي الجراما صالة هتديكم انكم تستغنوا عن مجموعة توابل كتير قوي في الوصفة فهي فيها كل التوابل تماطم كونكا سي انا عملتها نص صلقة وعندي معلقة صلصة زبيب مكسرات حسب الرغبة وثمنا قصف الحلوب ومرأ وملح وفلفل الحقيقة هلبس بقى الجلافز كده ويهي هبدأ بسم الله الرحمن الرحيم اشتغل بقى عليها انا طبعا هتببلها في الاول وبعدين هديها صدمة لطيفة كده في الصينية وممكن مثلا ايه بسم الله انا حاولت بس ان انا برديت على الحاجات الخاصة بالتعقيم علشان اصدقائنا لان طبعا اه وبقي ينفعش برضو الحاجة اللي هعملها بكلور اكل عليها او يقع منها اكل اكل وما ينفعش لازم يبقى في حاجة بتغطي ده طيب انا النهاردة بصوا ادي الفرخة كجسم اهو السدر بتاعها من اول هنا ايدي الفرخة بتبقى كده اهي وادخلط تماما وده طبعا نازم من خلال الراجل بنطلب منه اللي ان هعملها فرخة الراجل خلاص ونحطها كده وهاخد رشة الاول ملح وفلفل هنا وانا طبعا هحشي بالرز وهعمل الرز دلوقتي مع حضراتكم بس انا هحشي بالجاهز وبعدين هبدأ اعمل الرز معاكم للي عايز الرز ده كمان يتاكل لوحده يعني يتاكل مع وصفات تانية طبعا الفرخة الرول دي توابل الجراما صالة بيبقى فيها الكزبرة والحبهان وجستطيب ورشة كامون وقرنفل وشوية حاجات من الحاجات الكزبرة الجافة الحاجات اللي احنا متعودين عليها ممكن اخد كده رشة زعتر خفيفة هنا جوه كام تطعيم ليها ورشة كركم طبعا نستخدم الكركم كتير واتفقنا الكركم ما بيحلاش الا مع وجود مادة حرقة زي الفلفل الاسود فلما هنستخدمه في تدبيلاتنا هيبقى هايل طيب انا دلوقتي هشمر بس كده عايز ااخد شوية الرز دول الحلوين دول معانا تليفون مادام احلام حبيبتي صباح الفل يا صباح النور والبنور يا حبيبتي ازاي حضرتك يا فاند ازايك يا جميلة عاملة ايه مادام احلام وحشتين الحمد لله والله يا عظيمة الحمد لله يا حبيبتي ازاي حضرتك والاحفاد الغليم خليك وكله كويس كل سنة وانت طيبة يا ابن الام يا روح الام يا ربي خليكي ليه يا ربي حماتك الجميلة بخير وكل سنة وهي طيبة حبيبتي اصرتك كلها طيبة يسلم زوء حضرتك والله واصرت البرنامج الجميلة كلهم يا حبيبتي تسلمي دوان وشيرين والمخرج الجميل اللي بيطلع لنا احلى صورة والله الله يخليكي فاندم ده من زوء حضرتك خبيبتي يعني ازايك يا جميل انا كويسة وبخير طول ما حضرتك بخير عاملين ايه كل حاجتك حلوة يا ربي خليك يا ربي خليكي تسلميلي حبيبتي والله ربنا ما يحرمني من حضرتك ولا من كلامكو الحلو ده تسلميلي مادام احلام ملكيش اي طلب طيب الف شكرا يا حبيبتي تسلميلي مرسي ان انا سمعت صوت حضرتك مرسي قوي عايزينك بس تعمل لنا بيدك الحلوة دي البريوش عناية الاتنين حضرتك ده انا عمله بقى والمرة دي نبعته على البيت على طول يا حبيب ده والله العظيم انا اعرب نزولة لي لها عدي عليكي بنفسي مدى الأحلام يا حبيبتي تسلميلي مرسي انت تنور يا حبيبتي يا حبيبتي تسلميلي مرسي انت تنور حضرتك دايما في صحة وسعادة فاندم كل سنة طيبين وحبيبي كلهم اللي بيتصروا كل سنة هم طيبين لأمهات الحلوين كلهم كل سنة وحضرتك طيبة بصحة وسعادة يا رب لاي خليك يا حبيبتي تسلمينا مرسي لذوق حضرتك ومدخلتك فحفظ يا حبيبتي قلبي وكل سنة وكل أمهاتنا الحلوين طيبين والله ربنا يعود عليكم الأيام بالصحة والخير اوعى تتضايقوا ودايما الواحد يقول ايه بيرضى بقضاء ربنا فأي حاجة بيبقى اختبار من ربنا سوى الاختبار الحقيقة كان لنا كلنا مش لحد معين وإحنا لازم نتطعز ولازم نستغفر ربنا ولازم نذكر الله كتير أنا شفت مدام سميرة حبيبتي من الزلام بارح بوست جميل كلمة جميلة عن يعني الردى بالواقع وإحنا ندعي نستغفر ربنا نستغفر الرب ودي حاجة عجبتني وإمكان عملت لها عليها لايك وقلت لها أمين يا رب العالمين كلنا بندعو بنفس الدعوة وكلنا نتمنى إن احنا نبقى دايما في خير علشان ربنا يعدينا لما احنا دي بإذن الله وتتعدي بتعاوننا ووقفتنا مع بعض الاتحاد قوة والفرقة تضعف فعلا يعني فهكمل كده بس بالدبارة أربط كويس أنا عايزة أربطها الأول كده وبعدين هياخد ألم ساحات كبيرة هي هتاخد الشيب أول ما تديها صدمة وهديها صدمة فين بقى هديها صدمة مع سمن قصة الحلوب أنا طبعا عارفة إن الفراخ الجلد بتاعها ده بيبقى شوية لو هي فراخ بيضة بيبقى شوية دسم يعني فيه نسبة دهون عالية بس إحنا مضطرين إن إحنا نتعامل بقى ناخد الطعم منه قول لي مش عايز ياكله ما ياكلوش نقدر نقطع الشرايح دي ويبقى هو غلاف بس بيحمي الفرخة بتاعتنا فأنا هعمل كده وهدي بص إنه سخنت الطاصة جدا على النار علشان لما يأديها الصدمة تبقى تقفل على طول المسان في ثانية وتدي لون كده حل وبعدين هحط إيه معيها شوية خضار كده لطيف وهاشتغل عليها اهو كده هاخد بقى كده هشيل بس الجلافزة ده وقلبس واحد تاني وهاخد أصل الحلوب وأروح بيها عند تقفيل الطاصة الحلوة دي أديها بقى زي ما بعمل في عرق الرومي بالملي والفراخ والله جميلة جدا دي طعم أحلى كتير كمان من الرومي لما بتبرد والله ما تفرق عنه في حاجة طيب معنا نيني حبيبي مادام سيهام أهلا أهلا صباح الفل حبيبتي مادام سيهام صباح الخير يا أمر كل سنة وانت طيبة يا حبيبي حبيبتي وحضرتك بألف صحة وسلامة يا رب العالمين وحشاني 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 والله حضرتك أكتر كل قناة المحور وحشني وروان وشيلي والأستاذ أحمد يا حبيبي ربنا يخليك يا ربنا يخليك لينا يا رب كل سنة وانت طيبة يا حبيبي تقلب وتسلم بيديك على كل حاجة حلوة بسيهام يا رب يخليك لي يا مادام سيهام ويجيك الساعة والعافية يا حبيب آمين إحنا وحضرتك وكل السامعين أجمعين يا رب العالمين وبقولك بقى بسلم على مدام أحلام ومدام عز السعيد أيوة يا حبيبتي تسلمين وهم كمان أكيد سامعين حضرتك بالوقت وبققول لهم والأستاذ ملذوق ووروره يا حبيب وميكل يا رب يكونوا سامعين حضرتك وبقسلم على الروان وعلى الأستاذ العظيمة يا حبيبتي تقلبي يا حبيب وكل اللي عندك ربنا يخليك إلينا يا رب مدام سهام وحشتينا ومستين نسمعنا صوتك كل سنة وحضرتك طيبة وقسرتك كل طيبة يا حبيبتي تقلبي وقسرتك بقى ألف خير وصحة وسلامة فاندن بصوا بقى بقى في المسام إزاي كل سنة وحضرتك طيبين كل سنة وكل حبيبي طيبين وحماتي طيبة وجراني طيبين وصحابي وأصحاب الطفولة وكل أمهات اللي في الدنيا بصوا بقى بقى سر المسام إزاي رح تتسمى روعة بصوا الدرجة اللون عايز أقول لكم صحبة أنا بقى هاخد كده وهي معايا معلش واحداتين كده الروزماني كمان يام هربيت بقى على الطعم تقدر أقول لحضراتكم على الجمال معاهم وزعطر فرش الله 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 كده هاخد بقى هنا للفرخة هاخد كده بس الجريل هنا ممكن أشوح الخضار بقى الحلوة أنا هعمل نيكس بقى مع أصل الحلوب مع الخضار السوتي هديها بس سوتي بس هاخد بقى قطعة زبدة المرة دي من تسلم إيدك يا حماد بصوا بقى هاخد قطعة زبدة حلوة من أصل الحلوب أدي الخضار دا سوتي بتاع شهرة زاد مع شوية بقى الحاجات الحلوة دي كده هاخد حتة بقى حلوة كده الله 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 كده وهنا الله 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 ماشاء الله ماشاء الله بصوا الجمال هاخد بقى قطعة صغنونة كده اهي الريحة الله وهعمل كده في الزبدة وهاخد الخضار الحلو دا بتاع شهرة زاد مع شوية بصل وتوم بصوا هنا كده نعمل بقى الخضار الميكسي دا نحطه مع الفرخة الحلوة دي بسم الله زي ما اتفقنا من الفريزر على السخل هاخط معاهم اهي شوية تماطم انا التماطم هطاها كده كونكاسي الخلطة دي هتبقى من الخلطات الطحفة فلفل معايا حبيبة قلبي حبيبتي مادم نادية الغالية خليني اصبح يروح صباح الفل على حبيبة قلبي احسن امه احن امه يا الله حبيب انت مدلعاني 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 كل حبيبنا بخير وطيبين يا رب يعني مدام سامير ومدام سهام ومدام احلام حبيبتي وأمه جوزيف وحبيبة قلبي مدام روحية اللهم فراولة أيوة وإن شاء الله مش حال تحد طبعا ربنا يجال معكو على خير ومريومة وأم رامي كلهم كلهم ولو في طبعا مدامات معاكو وأمهات كله كان أمه طيبين يا حبيبتي وحبيبنا الشغمانين إن شاء الله نفرح بيهم كده أمين 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 ومصر إن شاء الله هتبقى بخير يا رب بإذن الله فضل الله سبحانه وتعالى كل مصر بإذن الله أمينين يا رب وكل يعني يعني كأنبرة معرفة أنا كنت كعبانة كنبت تتصل بكو الله ألف سلام عليك يا روح ألف الحمد لله ربنا إن شاء الله كل أن يصيب أنا إلا ما كتب الله ونعمة بالله لازم نؤمن بالآية دي ونعمة بالله إن شاء الله خير إن شاء الله وإن شاء الله أزمة وتعدي وإذن الله كلنا هنكون بخير إذن الله وحنستقبل رمضان على خير يا رب يا رب والدوامح تتفتح والكنايس تتفتح والدنيا كلها تبقى كويسة آمين يا رب العالمين أنا عندك أمل في الله وأمل في ربنا أحلى حاجة إن شاء الله 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 عظيمة لو دي أكيد أنت مؤمنة على الزجاج ونعمة بالله مصدقك يقولي مادام نادي أنا مش خايفة والله ولا أنا أنا عندك إيمان بالله ونعمة بالله اللي ربنا كاتب للإنسان حاجة عايته ما يشوفها صحيح مش كورونا اللي هتموتنا ولا كورونا اللي هتفتح لا لا ده لازم نؤمن بالله إن إحنا صح لو ربنا ريد لنا شيء هنشوفه إن شاء الله نشوف الخير كله وفضل الله وكرم وفضل علينا ولا من اللي علينا زي ما حضرتك قلت في التأديمة صح يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي اللي إحنا هنعج منها على الكير يا رب بفضل الله ثقة في الله زي ما بنقول تسلمين يا حبيبتي أحلى أم الكلام الحلو ده بنحتاجه جدا أتمنى يا رب دايما تكونوا في أمان وفي خير وفي صحة وسلامة وربنا إن شاء الله يحفظ حضراتك وأولادك وأسارك وجميع ما نشوفوش فيهم أي حاجة وحشة هستسمح حضراتكو بقى بعد الوصفة الحلوة دي أنا هطلع بس شكل الرول والرز هتجع أعمل الرز معاكم ونعمل حشوة حلوة قوي للخرشوف بصوا ده شكلها بس أنا بقى عايزة أقطع منها هقطع منها شوية عبال ما حضراتكو ترجعوا لي بالسلامة من الفاصل هستسمحكم فاصل صغير نرجع نكمل بقى وصفاتنا مستني حضراتكو ورجع نكم مشاهدين كرام مرة تانية بعد الفاصل ودلوقتي إحنا عملنا الفرخة الرول طبعا هتطلع بقى اللي احنا حمصناها وحمرناها دي كانت قلبوزة شوية إن شاء الله ترجع بحضراتكونا حطيت نص كوباية من المرأ مع الخضار وغطيتها وحطيت زعتر ورزماني ورشة من الجرام مصالة وقفلتها حطيت ورقة زبدة وفوقها ورق الفويل بعد ربع ساعة روح شايلة بعد ما بتكامر كده روح شايلة لإيه الورق وأسيبها تاخد وقتها الحاد ما تستوي حوالي مثلا نص ساعة 40 دقيقة دلوقتي إحنا هنقول مقدير الروز وهنزل معها كمان مقدير لطيفة جدا لحشو الخرشوف لمحبي الخرشوف بس بالكبة عندنا كوبايتين روز بسمتي وبصل مفروم طوم مفروم حبهان فلفل رومي مفروم ده اختياري ارفة وكاري وكركم وجسط الطيب وزعتر الجراما صالة دي مهمة جدا ايه تاني يا ولد والمكسرات الزبيب والمكسرات بتاعتنا ممكن نحط معلقة صلصة لو حابين ممكن نستغنع عنها انا حط هنا الاول هاخد قطعة شوية سامنة بس خليني بقى ايه اخد دي عصي اللمون جمي اخد كده ايه قطعة سامنة هنا معلقة صغنونة حلوة كده من اصل الحلوب عشان ده في يعني هاخد كده شوية سامن ومعلقة واحدة من الزيت بس عشان يبقى مفلفل وهاخد ان شاء الله وهاخد شوية هرد عليكم بقى هرد هرد طيب بلاش ها ماشي جاهزوا طيب مذكرة ونمضي عليها هاخد شوية فلفل يبقى بصل توم رشة فلفل وهاخد بقى الاول التوابل كركم والكاري رشة ارفة تطش كمون خفيف قوي يكاد لا يرا ويبقى كاري وكركم الجراما صالة حبهان رشة جسط طيب شوية رز هيبقى طعم طحفة عايز اقلب بقى كده هحط معهم بس الزبيب هنا اهو شوية الزبيب وبعدين مسخانة هنا عندي مرأ وعندي مياه سخنة هحط الروز هحط رشة ملح تطش خفيف وطبعا عندي فلفل برضو تطش كده قفلنا الروز وهنبدأ بقى نعمل ايه نحط الشربة او المرأ السخن او الميا السخن اللي موجود عنده حضراتكم كل كباية رز جفة عليها كباية ونصف من المياه لكن لو تشطف وتحط في مصفه يبقى كباية وربع مياه لكن لو هنقعه هياخد كباية وكباية مياه وده لو تنقع وده دايما بتبقى انواع الرز الخليجي اللي لازم تتنقع عشان تديكوا النتيجة الممتازة لكن المصري والشركات المصري اللي متعودين عليها زي ما بقول لحضراتكم كباية وكباية ونصف بحطوا جاف كده اقولكوا على الانواع من عناية لو حضراتكم محتاجين ده النهاردة عملنا الرز اللطيف بشوية التوابل الحلوة دي مع شوية الزبيب نقدر ناكله الواحد ونقدر ناكله مع فراخ الرول اللي عملناها